في حدي من الأشياء المرأة بتحس فيها بالحب والاحترام وقتها بتقلوا لجوزة هل بقدر اتكل عليك أو هل بقدر اشعر أنه أنت رح تسألني عن مشاكل تخيلي أنه مجرد ما رجال يسأل المرأة هي بحاجة أنه يكون عم بيسأله أو هل أنا وعم بحكيك رح أقدر أنه أخذ التنشن طبعك يعني تطلع فيه وإخذ انتباعك واهتمامك هل بتعتبرني مزعجة؟ يعني عن جد أوقات كثير بنشعر أنه كستات أنه رجال عم بيقضوا معنا وجبات لأنه لازم إذا منقلوا بدنا نحكي معكن أو عايزين كن أو عم بيحضر تيفي أو مش فاضة بس هاي واحدة من الأشياء المرأة بتحس فيها بالحب والاحترام هل بقدر اتكل عليك أنك تساعدني بس كون مريضة؟ لأنه كثير رجال بس تكون زوجتهم مريضة بيهربوا لأنه بيخافوا يواجهوا الألم أو ما بيحبوا يعني ما بيكون لأنه ما بيحبها لأن بيخاف هي ما بتقدر تفهم إلا لأنه ما بيحبها بس أنا أقول في بعض الرجال لأنه بيخافوا من العواطف الكثير المرض والألم ما بيعرفوا كيف يعالجوا هني يحملوا هالعواطف بيناتهم هل بقدر اتكل عليك أو تحس أنه أنت مكرس وقتك للزواج أكتر من شغلك؟ تخيلوا أنه الرجال بيفكر أنه أنا عم بيشتغل عم أمل لعائلتي عم بكرس وقتي لشغلي بينما هي المرأة بتشعر بالحب والاحترام طيب بتحس أنه روزة مكرس وقته لقلها أكتر من الشغل هل هو واحدة من الإشها اللي هو بيقول هل بقدر اعتمد عليك بأنك تفرجيني تقدير وتسمعيني كلمات تشجيع هل بقدر اتكل عليك أنك تحسسيني أنك معجبة بإنجازاتك لأنه دايماً نحن مثل ما قالتك ستات من نطلع على النص الفاضي هل بقدر اتكل عليك بأنك تفهم إذا كان يومي صعب أوقات بيبقى جاير جاير نهاره كتير صعب مش طايق حاله بتصير القصة شخصية أنت ما بتحبني وهو بيبقى أنه نهاري قراري هو تعبين مش قادر يحكم خليني أنت وعم بتكامل هيك والاختبار صار بيني وبين ماريان بكل هالأسبوع وخاصة اليوم عم بعطي عظمة لياسوع عم بعطي عظمة لأنه بعلمنا منقرأ كمان كتب كيف ننكسر لبعض هو الرأس بس تقولها لازم نقول أنه هول عم تقولون جاس يعملون بس بتذكر أنه بكل هيدا الأسبوع واليوم انتهت وغريب أنه لا في فالنتاين ولا في شي أنا وعم نحكي عندها بريك بالمدرسة أنا وعم بحكي أنا وياها بتقلي بايب أنا بموت فيك بموت فيك هيك بحديث عادي بقى بالنسبة لي هيدا الشي ما بتعرفوا هيدا الجملة شو فيها تعمل قدي فيها تضل مرته للإنسان بكل أسبوع بكل أسبوع مع كل الضوطات ما بيقدر ينسى أنه لا في عيد ميلاد معقول بيقول لا أنا على العيد كتبت لي معالفها تكون صادقة بس بكل الجمعة ما عم بقدر تذكر قدي أقلت لي أمور رائعة قدمح حلوين واليوم هيدا الشيء كتير عينيلي عنا اتصال قطع الاتصال بس فينا نقرأ فينا نقرأ ميساج وصول بس راح أقول كمان شغلة الرجال بحس هل بقدر اتكل عليك واعتمد عليك أنك ما توقف بوجه أو تحكي ضد قدام الناس أوقات كثيرة بيخدها أنه مجرد ما يكون رأينا عكس رأيه بيخدها كتهديد وقالت احترام لقلوب هون جاسي بتلاحظ كثير في أزواج بس تتخطى مشاكلهم المشاكل بالبيت ببطل كأن عم يكتفوا يتخانقوا بالبيت بتصير تطلع الانتقادات بالمجتمع وهون بحس هاي درجة متقدمة من في وضع خطير بالبيت عم بيصير في شي مش مظبوط بالبيت صح اللي عم تقولي مظبوط وهيدا الشي كمان اللي تاني شغلة إنه هل بقدر اتكل عليك إنك ما تخبري مشاكلنا لأهلك والجيران يعني أكتر شي بيحسس الرجل بعدم الأمان وقتا بيعرف إنه كل العالم صار تعرف بمشاكله نحنا منقول طب هول شو خصهم بالحب والاحترام ولكن هيدولي إشي الرجال بحسسهم بالحب والاحترام إذا بتلاحظوا كلهم عن التقدير والتجيع والمرأة كمان إنه هل بقدر اتكل عليك إنك تساعدني مع الولاد إذا شفتني تعباني لأنه مجرد ما هو يساعدني أنا عم بيقلي أنا بحبك أنا خايف عليك أنا بشعر معك إشي صغيرة أوقات أنا دايماً بقول إنه الحب ما بيجي بفالنتاين ولا بهدية جبتها على فالنتاين الحب بيجي هو بإشي صغيرة 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 بنعملها كل يوم منلاقي حالنا وصلنا لمرحلة الحب مملوء فينا للايه والشريكة التانية بيكون مكتفة ومعبة من هيدا الحب وقدر يعطي بالمقابل بس أنا كل معباية بقدر أعطي اشتركوا في القناة